هو اللقاء الأول الذي يجري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير دولات قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني منذ اندلاع الأزمة الخليجية يجري بعد أقل من ساعة من الآن برنامج ترامب للجمعيات العمومية حافل منذ الأمس وحتى الجمعة واليوم وبعد إلقائه خطابه الأول أمام الجمعية العمومية تناول الغداء مع الأمين العام للأمم المتحدة وتضمن برنامجه لقاء رئيس الجمعية العامة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد على أن يقيم استقبالاً ديبلوماسياً للقادة المشاركين لكن لقاءه مع بن حمد يشكل محطة لافتة فقد مر أكثر من مئة يوم على أعلان أربع دول عربية على رأسها السعودية قطع العلاقات مع قطر وكل الدول المنخرطة في هذه الأزمة حليفة للغرب بالتحديد للولايات المتحدة وفي قطر بالتحديد أكبر قاعدة جوية للولايات المتحدة في شرق الأوسط الرئيس ترامب نفسه عرض القيام بدور الوسيط في هذه الأزمة التي اعتبرها أمراً سيتم حله بسرعة جداً لكنه في الوقت نفسه لم يتردد في انتقادها وتصويب أصابع الاتهام لها بدعمها للإرهاب وأجرم كلمة هاتفية مع أميرها أكد فيها على أهمية الوحدة في محاربة الإرهاب والالتزام بما جاء في قمة الرياض وتطرق إلى تهديد الذي تشكله إيران لأمن المنطقة واستقرارها فهل يكرر ترامب ما سبق وأدل به هاتفياً؟ قطر من ناحيتها تنتظر هذا اللقاء لبل تصدرت صحفها عنوين ومقالات تاكس أهمية تواجد الأمير في هذه الجمعية العمومية وأجمعت المقالات على النجاح الكبير الذي تحققه الدبلوماسية القطرية في علاقاتها الدولية بعيداً عن التحليل والتوقعات أثبتت قطر مرونتها وقدرتها على تحمل الضغط المفروض عليها أكثر مما تصور الرباعي المناهض لها لكن الأكيد أن هذا التحمل لن يستمر للأبد وأنها ستتكبد خسائر كبيرة خصوصاً مع استعدادها لاستقبال كأس العالم فلابد أن تجبر على الرضوخ وإن كان بديبلوماسية ومن بشائر هذه الدبلوماسية الأعلان عن أن العمال القادمين من كوريا الشمالية التي حث ترامب الدول كفى على ممارسة الضغط عليها سيجبرون على مغادرة قطر لأنها ترفض تجديد التأشيرات لهم ترجمة نانسي قنقر